دين التبز مني والحوال ضحقت فقالوا ألا تحتشم بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدى ما كتم سكت فقالوا كليل اللسان نطقت فقالوا كثير الكلم عفوت فقالوا صنيع الجبان ولو كان مقتدرا لن تقم فأدركت أني مهما أردت رضى الناس لابد من أن أذم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين الصفى أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا في هذا اللقاء المبارك نتحدث عن أمر يهم كل بيت من بيوت المسلمين ألا وهو تربية الأولاد في الإسلام الحق سبحانه يقول في القرآن المجيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَخُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم ويقول صلوات الله وسلامه عليه ما نحل والد ولدا يعني ما أعطى والد لولده أو ما ورث والد لولده خيرا من أدب حسن إذن فكل أب أو أم مسؤولين عن أولادهما من المؤسف أننا قد نجد الأبى يبذل قصارى جهده في إعداد ولده للحياة الدنيا فحسب وينفق في سبيل ذلك كل ماله فيختار لابنه أحسن المدارس ويعطيه الدروس الخصوصية المتعددة ويتعب لكي يلحقه بأعلى كليات الجامعة مهما كانت مكلفة وإذا سألته لماذا تفعل ذلك يقول لك لكي أبني مستقبله وهذا لا بأس به ولكن لكي تبني مستقبله على أساس متين لابد أولا أن تجنبه خطوات الشيطان حتى لا يستهويه الشيطان بدائم من الداءات التي تهلق المال وتدمر الصحة وتضيع المستقبل وتبدد الآمال ناخد اتصال من أخت مهنة السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا يا فندي السلام ورحمة الله السلام عليكم فضالي حضرتك عليكم السلام أنا يا شيخ عايز أسأل يعني عندي عيالي ما لما بقول لهم صلوا ما بيصلوش يعني أتعامل معهم إزاي يعني حاضر حاجة تاني ابني بالذات يعني ما بيعرفش يعني لو بقول له صلي ما بيعرفش يعني صلي سنه قد إيه إيه سنه قد إيه أختي عشر سنين عشر سنين شكرا جزيلا حاضر طبال الأخت الكريمة بتسأل عن الابن الذي يهمل في الصلاة كيف نتعامل معه أولا لا بد أن نضع نصب أعيننا حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعشر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال علموا أولادكم الصلاة لسبع إذن قبل سبع سنين مش هعرف أعلم الطفل الصلاة لأن الطفل ممكن ما يكونش فاهم إزاي يحافظ على طهرته الطفل ما يبقاش فاهم إزاي يحافظ على قدسية المسجد أو المكان اللي بيصلي فيه إذن قبل سبع سنين مش هنعلمه ممكن ندربه إن هو يشوف الأمة بتصلي قدامه لكن يبدأ يتعلم الصلاة من سن سبع سنوات مجرد تعليم وتوجيه إذا وصل لعشر سنوات لابد من تدريبه على الحفاظ التام كالمكلف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر مع إن ده الموضع الوحيد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالضرب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعو إلى الرفق دائما ولا يدعو إلى العنف أو الضرب لكن لأن الصلاة عماد الدين والصلاة هي الأساس وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإذا صلحت صلحت سائر عمله وإذا فسدت فسد وحبط سائر عمله والعياذ بالله لذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاط التشديد على تعليم الصلاة أولا عشر سنين لسه ما وصلش لسن التكليف اللي هو سن البلوغ لكن لأن الصلاة هي الأساس لازم يبدأ يتعلم أن الصلاة شيء أساسي في حياته ما ينفعش اليوم يعدي عليه بدون ما يصلي الفرائض اللي ربنا فرضها على المسلمين أولا إحنا عايزين نعلمه بالرفق في البداية بلاش العنف والضرب إذا ضربنا بيكون ضرب خفيف ضرب غير مبرح والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ضربتهم فاتقوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته ولازم أختنا الكريمة ما تغفلش عن الدعاء تدعو الله دائما بالهداية لهذا الإبن والله عز وجل سيهديه واتبع معه مبدأ الثواب والعقاب يعني حفزيه أن أنت هتدي له مكافأة لما يحافظ على الصلاة هيبدأ يحس بقيمة الصلاة ويحافظ عليها ابدأ يتكلم معه باللين وبالرفق وعرفيه أن الصلاة دي هي اللي بتربطه بربنا وهي النور والبركة والهداية في حياته وإن شاء الله ربنا حيهديه بمشيئة الرحمن ناخد اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام فضال يا فندي مع حضرتك شروع برهيم الخير أهلا بيك أهلا بحضرتك فضالي أنا حضرتك بتواصل معيك مش أن أسأل سؤال معين أنا بس عايز أواصل السؤال الوالدي فضالي إن أنا بحبه جدا و أتمنى من حضرتك أن أنت تدعيله ربنا يبرد في عمره شكرا و أحدهولي و ما تحرمش منه عبدا بارك الله و فيك و في أعبيك الكريم أنا و طيب ما أصرش في حياتي يعني تعلمنا ولا في حياتنا ولا في أي حاجة بخصنا ده شيء طيب و نموذك رائع يا أستاذ شروع الله يأزك و بنحبك جدا 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 شكرا جزيلا ربنا أحفظكم كذلك والله كل خير أتمنى من حضرتك ده إن شاء الله بإذن الله ربنا يحفظكم و يسدد خطاكم و يرزقكم الفلاح في الضارين بإذن الله شكرا طبعا نموذك طيب إن إحنا نجد إن الأولاد و البنات بيعترفهم بحق و بقدر أبيهم عليهم و ده يدل على إن فعلا الرسول صلى الله عليه و قال الخير في و في أمتي إلى يوم القيامة صحيح نحن بنسمع كل يوم عن جرائم العقوق و عقوق الوالدين و جهود الأبناء لكن لازال في الأمة عدد كبير من الأبناء الصالحين و البنات الصالحات اللي بيحفظوا قدر الأم و الأب و ده بيرجع للتربية الصالحة اللي احنا بنتكلم عنها ناخد اتصال من أم و يحيا السلام عليكم عليك السلام أنا معي ابني عنده عشر سنين و بس أماشة سنة بس أنا مش يعني مش متعلمة مش بكتب وجرة و كيف تمام البت بتضرب أخوها دائما و أنا عندي مشكلة في كده يعني أنا مش عارفة مش عارفة أتعامل مام خالص الودي عنده تسع سنين و البت أماشة سنة الأب موجود يا أم و يحيا الأب موجود بس مع زوجة تاني يعني أغلب الوقت ناكو هنا يعني أنا اللي بربي ربنا يعينك إن شاء الله حاضر الله يخليك يا رب شكرا جزيلا لما جينا نتكلم في الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع و اضربوهم عليها لعشرة و فرقوا بينهم في المضاجة يعني احنا بنعمل فارق بين الولد و البنت في المضاجة و في نفس الوقت بنحاول نخلي كل واحد يكون في مكان مستقل عن الآخر إذا أمكن و إذا لم نستطع بيكون الإنسان يعني لو الولد و أخوه نايمين في فراش واحد بيبقى ده راسه عند الرجل ده بحيث يبقى فيه اختلاف في الوضع دي كلها أداب إسلامية لابد إن احنا نعلم الأبناء و البنات إن الكبير لازم يحمي الضعيف و لازم يرفق بالصغير فدايما الأخت الكبرى عندها 12 سنة أخوها عنده 10 سنين يعني أصغر منها لازم تحس إن هي عطوفة عليه و إن هي مسؤولة عنه و الشعور ده بنغرسه بالمحبة إن إحنا نحبب الطفلة في أخوها ندي لها حاجة و إنه لها دي من أخوكي نحببهم في بعض لكن مش بالعنف إنت لو ضربتها ممكن إن هي تيجي من وراك وتحاول تأذي أخوها لكن بالمحبة تقول لها إن أخوكي بيحبك أخوك ده هيبقى سندك هيبقى ظهرك في الحياة و هيبقى هو و إنت حاجة وحدة و كل واحد يكون في محنة التاني حيقف جنبه هتبدأ البنت تحب أخوها و تعطف عليه لكن باللين والرفق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلمة خير من المعنف و قال ما دخل الرفق في شيء إلا زانة و ما نزع من شيء إلا زانة و مع تعليم القرآن هما نبدأ نخليهم يتعلموا آيات القرآن حيرصخ في أزهانهم و في صدورهم الأخلاء الطيبة خلق المودة و المحبة و صلة الرحم و لذلك بنقول لكل أب علم ولدك القرآن و القرآن سيعلمه كل شيء و الأم الكريمة أو الأخت الكريمة المتصلة بنقول لها حاول تعلمي أولادك القرآن و القرآن اللي حيعلمهم لوحدهم مجرد ما يبقى في صدورهم آيات القرآن حيتعلموا القرآن ناخد اتصال من أم آدم السلام عليكم السلام عليكم يبدو أن الاتصال تقطع حاولي تاني يا أم آدم إن شاء الله في انتظارك قبل كل شيء سأل نفسك و أنت تربي ولدك هل علمته كيف يصلي؟ هل علمته كيف يقرأ القرآن و يفهمه؟ هل علمته الصدق و الأمانة و الإحسان إلى الفقراء و مساعدة المحتاج و صلة الأرحام؟ هل غرست فيه قيمة العفة و الطهارة و الاستقامة؟ أم أنك انصرفت عن كل هذا و انشغلت فقط بإعداده لمستقبل دنيوي مادي غير متيقن؟ اعلم أنك محاسب و مسؤول عن استقامة ولدك أو انحرافه من لم يلقن درسه في أهله فقد النجاح ناخد اتصال من الأخ فهمي السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ محمد عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أهلا وسهلا يا مرحب بك يا شيخ محمد أهلا بك ربنا يحفظك ربنا يرفع قدرك أخي الحبيب حافظكم الله ربنا يحفظك و يرفع قدرك شكرا لاتصالك الكريم نعم هل للقلب سجود شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أخونا الكريم بيسأل عن عبادة قلبية جميلة و رائعة من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب من لم يكن في قلبه الرحمن أدركه القلق و طواه طيار الظلام و غاب في لجج الغسق هل القلب عضلت القلب لها سجود أو عبادة مثل ما يسجد الإنسان على الأعظم السبعة التي وردت في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة و الكفين و الرجبتين و الرجلين أو القدمين لكن هناك عبادة قلبية يجب على كل إنسان أن يتحلى بها هذه العبادة القلبية هي الإنابة و التوبة و الذكر ذكر الله عز وجل الذي يملأ القلب بالطمأنينة الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب حتى ورد أنك و أنت في التشهد عندما تحرك هذا الإصبع السبابة و أنت تقرأ التشهد فإنه يتصل بعضلة في القلب تتحرك و تلهج بذكر الله عز وجل الجسد كل متماسك كل يتضافر في عبادة الله كل عضو من الأعضاء له عبادته العين لها عبادة و اللسان له عبادة إذا أردت أن تؤدي حق العبادة فاستخدم عينك فيما يرضي الله عز وجل في قراءة القرآن في طلب العلم في السير إلى المساجد و اتباع الجنائز و عيادة المرضى و صلة الأرحام و السعي على الأرزاق و ما شابه ذلك و كذلك اللسان تستخدمه في ذكر الله في طاعة الله اليد في الكسب الحلال الرجل في السعي إلى الخيرات و القلب و الزكر و الإنابة و التوبة نأخذ اتصال من أمو آدم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله أهلا بيك أنا بصلي بس مش معرفة أجرى التحية بصلي بالفاتيح أو صح غلط أو صح يعني التشاهد حاضر ماشي يا مؤادة لا تقول لي عليها إن أنا صباتي نفع و كده أو لا و معاي بنت عندها أربح سنين بتصلي معاي عادي يعني بتقول زيه وبتصلي هل غلط أو صح خليها تصلي معاي حاضر يا مؤادة ما تفضل شكرا شكرا الجلوس للتشاهد لكن عندنا التشاهد الأوسط ده سنة من سنن الصلاة يعني إذا تركتي الصلاة صحيحة لكن التشاهد الأخير لابد منه لازم تحفظ صيغة التشاهد وتتعلميها وتقوليها مرة في مرة تقدر تقوليها إن شاء الله التحيات المباركة لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كده انتهى التشاهد بيليه على طول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد ومجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد ومجيد أما بالنسبة لبنتك الصغيرة فإنت تبدأي تعلميها من سبع سنين ممكن تحاولي تضرر بيها صلي فيه معنا اتصال آخر السلام عليكم أهلا وسهلا تفضلي يا فندي يا ذكر أنا عايز أعرف أية الكهف تتجري أمتى الصبح ولا العصر سورة الكهف حاضر من عيني سورة الكهف وقيام الليل إيه فويتها عصر أنا ما بنحقش أصلي الصبح أكون نايمة حاضر الماشي تفضلي شكرا جزيلا الأخت الكريمة بتسأل عن قراءة سورة الكهف هي طبعا سورة الكهف مسنون قراءتها يوم الجمعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بين الجمعتين يعني حياتك تتملى نور من الجمعة للجمعة ببركة قراءة هذه السورة الكريمة بالإضافة لأن حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف بيعصمك أو بيعصمك من فتنة المسيخ الدجال وهي أعظم فتنة يتعرض لها أهل الأرض في آخر الزمان طيب معت قراءتها إمتى يوم الجمعة من بعد الفجرة لغاية العصر ويستحب أنها تكون في فترة الصباح اللي قبل صلاة الجمعة أو صلاة الزهر يعني أنسب وقت لقراءتها اللي هو بين الفجر والضهر طيب لو الزهر أزن ما فيش مانع أقراءها وقدامي لغاية العصر لأن اليوم موجود طول النهار وممكن ليلة الجمعة كمان يعني الخميس بالليل ناخد اتصال آخر وبعد كده نجاوب على سؤال قيام الليل السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك معكم أم محمد أهلا يا أم محمد اتفضلي ربنا يخلك يا عم الشيخ لو سمحت يا حتى صدلتك أنا كنت عايزة أسأل إزاي نعلم أولادنا إن هم ما يبقوش قحودين علينا حاضر عدم الجحود أولاد حضرتك سنهم قد أيام محمد ابني عمد وعشرين سنة وعشرين سنة تمام يعني راجل شكرا جزيلا ماشي فضل قبل ما يجي لسؤال أم محمد أكمل السؤال السابق بتاع قيام الليل الأخت بتسأل عن فضل قيام الليل أولا وإحنا عارفين إن إحنا الوقتي في أيام وباء ومرض وفيروس كورونا والكل بيخاف من المرض والكل بيحاول يقوي الجهاز المناعي بتاعه وقدر المستطاع من أهم فوائد قيام الليل تقوية الجهاز المناعي وطرد الأمراض عن الجسم والرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال الكلام ده قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد يعني بيطرد المرض عن الجسد معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم يا أهلا وسهلا وسهلا تفضل يا أهلا بيك والله أنا متعود حضرتك بتتكلم على صورة الكاتب نعم على صورة الكاتب أنا متعود يوميا في الصباح الأذكار وفي المساء الأذكار يجي الأذكار يجي الأذكار صورة يتي وآخر وصورة الواقعة تمام أيها سمعك وصورة الواقعة وإلكاتب آخر إلكاتب تمام يعني في الصواح بعد أذكار الصباح أجراهم تمام وفي المساء أجراهم ربنا يسبتك إن شاء الله نعم ربنا يسبتك على الزكر والطاعة إن شاء الله ده شيء طيب يعني يعني متعود على كده صباحا ومساء تمام يعني لو ما جريدتش الصورة كلها بأجرأ أو أخره يعني ياسين ممكن أجراها كلها الواقعة أجراه الساعة أو كلها وإخبار حضرتها تمام وصورة الواقعة فآخر آخر صورة الواقعة ربنا يتقبل بإذن الله ومتعود على كده حاضر هي عادة طيبة عادة طيبة والتزم بيها إن شاء الله الله يكلم الله خليك شكرا وربنا يتقبل اتفضل شكرا شكرا عليكم الساعة ناخد اتصال من الحجة وفاء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اتفضلي اتفضلي يبدو أن حدث انقطاع في الاتصال ماشي تحاولوا مرة ثانية إن شاء الله إذن ألقينا الضوء على فضل قيام الليل وقلنا أن قيام الليل شرف المؤمن زي ما جبريل الأمين قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس قيام الليل بيسبب لصاحبه حسن القاتمة قيام الليل بيكون سبب لدخول الجنة بغير حساب إذا جمع الله الأولين والآخرين في ساحة العرض على الله يوم القيامة ينادي منادم من قبل الله أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني يقومون بالليل بين يدي الله ويتركون الفراش الوثير فيقومون وهم قليل فيؤمروا بهم إلى الجنة بغير حساب ثم يؤمروا بسائر الناس إلى الحساب إذن قيام الليل له فضل عظيم ومش لازم معنى أننا نقوم الليل أننا أفضل من العشة للفجر مع المصحف والمحراب لو ركعتين في جوف الليل بس كل الليل لو حفظت عليهم يبقى دوء ده كده أقامت الليل خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام من الليل وأيقظ امرأته فصليها لله ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ناخد اتصال من الأستاذ حمادة السلام عليكم حادث انقطاع تحاول مرة أخرى إن شاء الله افضل بالنسبة الأخونا الكريم اللي بيقرأ بعض الصور يوميا أولا القرآن كله خير والقرآن كله منفعة وكل حرف بتقرأه بيكون لك بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منصحه بقى يستحب أن انت ما تقرأ صورة تكملها للآخر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم صورة فأنفذوها يعني حاول تتم الصورة كاملة ما تقرأش جزء من صورة الواقعة وتسيبها خاصة أن صورة الواقعة يعني ورد بعض الأحاديث فيها حتى وإن كانت يعني مش على درجة قوية من الصحة إنها تقي من ألفاقة ناخد اتصال من الأستاذ حماده السلام عليكم السلام عليكم يا فتاة عليكم السلام أهلا بيك إزاي صحيح؟ أهلا وسهلا الله الله يحفظك اتفضل ما علاش عايزات ألسؤال بسهبت إن أنا راجل في المحل والتاجر فكنت بحب أصلي الفجر يعني فأه باجي متأخر لا الأصير تمام لا الأصير فبتروح عليها صارت الفجر معني بقى يعني معني إن أنا يعني بحط المنفخ جاري فما بطحاش فكده علي يا وزر يا أستاذنا ولا إيه الوضع؟ حرد عليك أجاوبك يا أستاذ حماده حاضر مال طبعا قلنا برضو من الصور اللي بتقرأ لها فائدة صورة الملك إن صورة ثلاثين آية تنجي صاحبها من عذاب القبر فلو وظبت على قراءة صورة الملك كل ليلة فده شيء طيب صورة الكهف السنة تقرأ يوم الجمعة قرأتها في بقية الأيام ده شيء طيب القرآن مفتوح صورة البكرة فضلها أنها بتطرد الشيطان وتقي من الحسد والسحر وتبطل المس وما شابه ذلك عليكم بصورة البكرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي الصحرة إذن هذه الصورة صورة ياسين من المعلومة أنها تقرأ على الأموات كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرأ عليه صورة ياسين عند موته إلا وخفف الله عنه وورد أن صورة الأنعام إذا قرأت على عبد عند احتضاره تنزل حوله سبعون ألفا من الملائكة يدعون له بالرحمة والتخفيف ويستغفرون الله له بالنسبة لسؤال الأخ حمادة هو بيقول صلاة الفجر أحياناً بتضيع منه لأنه تاجر وبيصهر في المحل بتاعه أخي الكريم زادك الله حرصاً على طاعة الله تذكر دائماً أنه لا يبارك الله في عمل يلهي عن الصلاة تذكر دائماً أنك إذا صليت الفجر فأنت في زمة الله وأنت ضامن على الله يعني تكون في أمان فما تحرمش نفسك من هذا الأمان لأن الإنسان اللي بيصلي الفجر ضامن على الله في زمة الله في حماية الله في حفظ الله والرسول صلى الله عليه وسلم ادلنا ثلاث كلمات فيهم المنهى كله احفظ الله هيحفظك حاول أن أنت تحافظ على ربنا وعلى حدود الله وعلى طاعة الله وفرائد الله ربنا هيحفظك وحيعينك وحيساعدك في كل شيء طيب أنت ممكن توصي حدي صحيك ممكن المنبه يكون بعيد عنك لأنه لو هو قريب منك ممكن هتقفله وتنام حاول تخليه بعيد عشان ما تقوم وتتحرك تفوق لازم تستخدم كذا وسيلة في أنك تجتهد ولو اجتهدت وحاولت تتوازب أربعين يوم متصرين على صلات الفجر معتش هتسيبها أبدا بالإضافة أنه هيكتب لك براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق فتحاول تحافظ على صلات الفجر لأن لها فضل عظيم وأهل الفجر هم أهل الله وخاصته والرسول صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة وصلاة العتمة لها أجر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة اللي هي الفجر والعصر لأن دي أغلب أو أكتر الصلوات اللي الناس بتنام عنها صلاة الفجر لأن الناس بتكون نايمة بالليل وصلاة العصر لأن الناس بتكون راجعة من الشغل مثلا تتغدت ونامت وممكن تضيع وقت صلاة العصر فلذلك دي لها حرص شديد يجب أن نحن نحرص عليها فطبعا لابد أنك تحافظ وتواظب على صلاة الفجر أنت عارف أن كان فيه رجل أعمى راح للرسول صلى الله عليه وسلم وهو كبير وطاعن في السن وضعيف وممعهوش حد يقوده بيستأذنه أنه ما يصليش الفجر في المسجد فقط يعني بيقوله إئزان لي أنه صلي الفجر في البيت الفجر فقط لأن الطريق بينه وبين المسجد طريق وعرة وفيها حفر وعراقل وبعض المشاكل وممعهوش حد يقوده فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حيرخص له لأنه نبي الرحمة لكن سألوا أتسمع النداء قال نعم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولما خرج الراجل ده علشان يصلي الفجر زلت قدمه وقع في حفرة وهو راجل أعمى قاعد يصرخ ويستغيث لغاية لما جاه واحد خد إيده ووصله للمسجد وانتظره لما خلصه ورجعه البيت تاني في اليوم التالي خرجت لها نفس الراجل أخذ ووصله ورجعه في اليوم التالي خرجت لها نفس الراجل فبيقول له من أنت أنت مين قال له ما لكش دعوة امشي معايا ولا شأن لك قال له مش همشي معاك اللي ما معرف أنت مين قال له أنا الشيطان قال عجبا لك إن الشيطان للإنسان عدو مبين إزاي أنت عدوي وجيت ساعدني على الطاعة قال له في المرة الأولى لما أنت وقعت في الحفرة غفر الله لك ما تقدم من زنبك أنا خشيت أنك تؤع مرة تانية فيغفر الله لك ما تأخر من زنبك وبذلك تضمن الجنة وأنا طبعا لا أريد لمسلم أو لعبد أن يضمن الجنة إذن لابد من الحرص على الصلاة الأخت الكريمة أم محمد كانت بتسأل إزاي نعلم الأولاد الرقة أولا دي بتكون من عند الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى اللي بيبعث في القلوب إضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن إحنا نحسن إلى الأطفال في صغرهم ونوفيهم حقوقهم لأن لما واحد راح لعمر بن الخطاب يخبره بأن ابنه بيعقه وابنه بيجحد فضله وبيعمله بقسوة فجاب الإبن ولما سأل الإبن الإبن قال له طيب ده حق أبويا عليها الطاعة والبر أنا ما ليش حق أبويا قال له لك حقوق قال له إيه الحقوق قال له ثلاث حاجات أول حاجة أن يحسن اختيار أمك يعني يختار زوجة طيبة لنفسه علشان تبقى أم صالحة لك قال له اختار امرأة غانية زنجية كانت من الغانيات يعني ليست أم طيبة الأمر الثاني قال له يحسن اختيار اسمك قال له سماني جعلة وده اسم حشرة قال له الأمر الثالث أنه يعلمك شيء من القرآن قال له معلمنيش أي شيء من القرآن فلابد أن احنا نعلم الأولاد القرآن علشان يرق قلوبهم ويعرفوا قدر الآباء ويقرأوا قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وحنرجع نستكمل بس لن ناخد الاتصال السلام عليكم يا رب محل الله وبركاته تفضلي عليكم سلامه وبركاته أهلا بيك تفضلي أنا بشوف نور من نور يا عبد الشيء ما شاء الله أيوة عزيوبنا السؤال بالشيء فضلا بس أنا عايزك تتواطو التلفزيون علشان الصوت بس يبقى واضح ما عايزك تتواطو التلفزيون على خطأ الصوت بس يبقى واضح ما قولك الشيخ أنا لشوف نور من نور الشيخ آه تمام ده في المنام ولا في اليقظة في اليقظة ومنام يعني بتشوف نور قدامك آه أغمي عني أشوف نور من نور تمام نور 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 في الصلاة من نور ده في أوقات معينة آه عدد 24 ساعة طيب شكرا حجوك إن شاء الله مايش مايش قدر الأخ الكريم بيظهر قدامه نور وبيسأل عن النور ده حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان أحد الصحابة راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أنا بكرق القرآن بلاقي وميد نور بيظهر أمامي أو حولي فالرسول صلى الله عليه وسلم جاوبه بإن دول الملائكة بتنزل علشان تسمع القرآن ولما بتيجي تسمع القرآن بيظهر نور الملائكة لكن ده ما بيظهرش لأي حد وده بيظهر بإرادة ربنا سبحانه وتعالى وبقدرته بالإضافة إلى إن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عشان يعلمنا إن النور اللي بيظهر في الأرض ده بيكون نور ملائكي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الشمس طلعت بيضاء بضياء شديد يعني يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لن نرها طلعت بمثله فيما مضى جاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا جبريل ما لأرى الشمس طلعت اليوم بيضاء بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت بمثله فيما مضى قال إن ذلك معاوية بن أبي معاوية ليسي رجل من أصحابك مات اليوم في المدينة فأرسل الله سبعين ألف ملك يصلون عليه ويشهدون جنازته والنور اللي موجود في الأرض ذا هو نور الملائك قال الحبيب وفيما ذلك يا جبريل كيف بلغ هذه المكانة كيف نال هذه الكرامة قال لقد كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد بالليل والنهار في ممشاه وقيامه وقعوده فده كان من فضل قراءة القرآن أكيد الأخ الكريم المتصل بينه وبين الله خير وأكيد إنه هو بيكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن وعلشان كده يكون شاف مثل هذا الأمر الطيب هناخد اتصال من أم أمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضل يا أخت الكريم يا شيخ أنا رأيت في المنام أقرأ سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السلام عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويزعل لكم جلات ويزعل لكم أنصار صدق الله العظيم ما شاء الله يعني رأيتي فيما يرى النائم أنك تقرأين هذه الآيات الطيبة آه لقيت حد كانوا حد أفصال كده قاعدين فأنا لقيتني بقرأ لهم الآية دي أبشيري بالخير إن شاء الله حرد على حضرتك عايزة تقولي حاجة تانية؟ عايزة سلامتك شكرا أولا إحنا عاوز يعني حنجاوب بس هم ناخد الاتصال من أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أهلا بك أهلا وسهلا أنا عند ستسين سنة ربنا يديك الصح وكان مثل سفلة من زمان يعني صالح فجدت في وقت كده بجاء آه كان نفسي أشوفه أشوفه فجاء صليت وجريت وكل حاج وبعدين قلت يا رب أشوفك منامي يا رب فأنا في المنام صفت الرسول عليه السلام والسلام ومعاهد الله ما شاء الله صلى الله عليه وسلم وبعد السحر بالضبط وما كلمنيت خالص أنا شفته بسما كلمنيت خالص ولا بنكلمنه ولا حاجة طيب عرفت إزاي اللي مع ابنك الرسول صلى الله وسلم عليه السلام والسلام أنا باجيتها أقول أنا شفت سيدنا محمد أنا شفت النبي أنا شفت النبي النبي ومعاه محمود ابني وزيد صحي على طول ده في المنام ده في المنام أبشيري بالخير بل بعض به صحر بالضبط صحيت ان انا مسيا يعنس مسوار كده ومعايا عيل صغير ورايحة طلع من بيته على اساس ان انا رايحة جابي للرسول نعم ما شاء الله فلاجيته في مكان مسح كده واجف زي ما يكون واجف ومستنيني وسلم علي وططب على كتف الكمال كده على كتف اليميء وجال لي ان شاء الله هكتبلك نعم في نفس الشهر طلحت عمرة الحمد لله بسم الله ما شاء الله بس انا عندي مشكلة في الطلقة المشكلة ديت متعارفة لها حد ايه طبيعة المشكلة محمد انا عندي يعني التبول وكده انا بعرفتها تحكم فيه تمام تمام حاضر ما فيهاش مشكلة دي ان شاء الله وانا رجلية رجلية مش بمسي يعني وصولي للحمام بتاعت بمشاقة دي يعني ممكن اتوضى مرة واحدة واصل كله ولا كل صلاة لازم اتوضى لها لا في حالة الاستحاضة او سلس البول او انفلات الريح بيكون كل صلاة لها وضوء والوضوء يكون بعد الازان يعني بعد دخول وقت الصلاة وبيكون طبعا مع احكام فوطة او خرقة على الموضع الخروج النجاسات عشان لو لا قدر الله نزل حاجة ما تؤثرش على طهارة الثوبة اثناء الصلاة لكن الصلاة مقبولة والصلاة صحيحة باذن الله حتى لو شعرت بشيء اثناء الصلاة لا حرج عليك في هذا الامر انا بس انا وصولي للوضوء بمشاقة علي جندا معاك حد في البيت الاثنين ربتيني كانوا عايزين يتغيروا وبعدين انا كبرت بجا وما قدرت بجا اعمل ناس او الله العظيمة رب العاشر عظيمة انا اشفيك ان شاء الله وباذن الله يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها ممكن لو حد معاك في البيت يساعدك بابريق مية بفوطة مبلولة مية وتقدري وانت في مكانك ان شاء الله تتطهاري لكل صلاة باذن الله وانا هجاوبك على موضوع الرؤية بمشاقة الرحمن فضل طيب احنا الاول هنرجع للرؤية بتاعة الاخت السابقة هي رأت في المنام انها تقرأ قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنينة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار لابد ان احنا نعلم تمام العلم ان الرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية علم قائم بذاته من علوم الاسلام ناخد اتصال وبعدين نرجع نوضح اهمية الرؤية في الاسلام السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا تفضل أستاذ حضرتك توطي التلفزيون او تقفله عشان اقدر اسمعك كويس كمان شكرا جزيلا معلش حضرتك ينفع الواحد يصلي بالصلاة قيام الليل بصوت عالي يعني جهرا جهرا طبعا طبعا الصلاة صحيحة الصلاة جهرية ومن المصحف تقرأ من المصحف يفتح المصحف قدامك ويقرأ منه طبيعي لكن ما تكرأش من المصحف في صلاة الفريضة لكن في النافلة اقرأ من المصحف ان شاء الله ربنا يتخبر فضل نرجع لسؤال الاخت الكريمة عن الرؤية الرؤية علم قائم بذاته من علوم الاسلام فاذا ما استفتاك احد في تأويل رؤية فاعلم انك امام فتوى شرعية لا يجوز لك ان تفتي فيها بغير علم لان من افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار والرؤية ليست عبثا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى بعدي من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح او ترى له الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤية جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة ولازم نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا اخسام الرؤية فقال الرؤية ثلاث فبشرى من الرحمن وحديث نفس وتخويف من الشيطان ليحزن به ابن آدم فاذا رأى احدكم رؤية يحبها فليحدث بها وليحمد الله عليها فان رأى غير ذلك مما يكره فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها احدا فانها لا تضره فاذا لابد ان احنا نراعي مثل هذه الامور فيه نقطة معينة عايزين نقولها برضو ان الرؤية حاسة اعطاها الله بعض عبادة ليتغلبوا بها على حاجز المكان وحاجز الزمان الاخت الكريمة اللي شافت ايات الاستغفار ده دليل على بشرة خير جايلها بشارة طيبة ليه لان الاستغفار دليل على الرزق ففيه الرزق واسع وفرج من ضيق وهم ان شاء الله اما الاخت الكريمة اللي توفي ولدها منذ فترة وسألت الله ان تراه في المنام وظهر لها وراءة الرسول صلى الله عليه وسلم عايزين نقول لرسول صلى الله عليه وسلم له موصفات معينة وان لحيته سوداء فيها 17 شعرة بيضاء اسفل زقنه علشان نكون عارفين صفة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول قال من رأاني في المنام فقد رأاني حقا فان الشيطان لا يتمثل في صورتي ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم بتكون خير ودليل على صلاح الحال وعلى البشرى الطيبة ان شاء الله ولذلك اكرمها الله عز وجل بالعمرة ونبشرها بالمزيد من البشرى الطيبة ما دمت في طاعة الله فدائما نقول الارض لا تنسى جباه الساجدين والليل لا ينسى أنين العابدين والله يعلم كوننا مهما اقترفنا تائبين نسأل الله تعالى ان يوفقنا لمراضيه وان يجنبنا مناهيه وان يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته